وقاية من العدوى ومكافهتها والحصول على المياه الصالحة للشرب والنظافة وعنوان هذه الورشة التي نظمتها إدارة تعزيز الصحة والنظافة التابعة لوزارة الصحة العامة والوقاية في صالح الممثلي إدارة تعزيز الصحة والنظافة الذين قدموا من مختلف ولايات البلاد والعاصمة أنجمينة في كلمتها الافتتاحية أكدت المدير العامة النائبة لوزارة الصحة العامة والوقاية أمينة إنوى أكدت بأن هذه الورشة تدخل في إطار سياسة الحكومة الانتقالية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق قول محمد إدريس ديبي إتنو الذي يسعى من أجل مراقبة صحة المواطنين كما تعتبر المراقبة وسيلة أساسية للتقليل من نقل العدوى مدير إدارة تعزيز الصحة والنظافة جزولي ابن آدم أوضح أن أهمية هذه الورشة دقينا كل الممثلين من الوزارة الصحة اللي قاعدين في الأخالين بره المكلفين بخدمة هنا النظافة والمياه وكل شيء يتألخ في الوساخة في لب المستشفيات ونقدم معلومات عشان كنقبلو ده عندنا ملفات كتير كنتم يمكنكم يمشوا يساعدوا فوق المواطنين بره عشان من نهاية النظافة هنا البيئة وهنا الألمي وهنا في لب المستشفيات وإن شاء الله قبلوا ده يعني يكون يرقوا معلومات بزيادة ويقدر يمشوا ومن كل يدربوا الآخرين عشان المستشفيات تكون نظيفة والبيئة تكون نظيفة والماء نشرب كله يعني لازم يفكر فوقه يكون نظيف وننوه أن هذه الورشة شارك فيها 35 مشارك من فني إدارة تعزيز الصحة والنظافة وتستمر فعاليات هذه الورشة لمدة ستة أيام ترجمة نانسي قنقر